هل العروض التي تلقاها العراق وفقا لكلام السيد السوداني والكلام التي حضرتك ذكرته هل هي عروض لتمويل مشاريع معينة أم الدخول باستثمارات فعلية على الأرض بمعنى هل الموضوع دعم مالي أم دعم باستثمارات من هذه الدول التي ذكرتها حضرتك لا كما أشرت مقدما نحن في المرحلة الأولى مرحلة الإعلان على المشروع ووضع التصاميم ووضع الخرائط ووضع المسارات الدول والشركات كما تعرف الكبرى الاستثمارية هي بحاجة بالبداية أن تطلع على المخططات على الواقع المسارات المقدرة ما الذي تريد أن تطرحه الحكومة العراقية للاستثمار بكل تأكيد وموجزا الطريق فيه جزء كبير جدا ستتكفل الحكومة العراقية بإنجازه كل ما في المشروع يمكن أن يوصف بأنه يتعلق بالسيادة العراقية ستنفذه الحكومة العراقية وبتمويل عراقي كل ما هو استثماري يمكن أن يشارك فيه العراقيين الآخرين إقليميين أو عرب أو دول خارجية سيطرحه العراق للاستثمار لذلك مرحلة الأموال الشركات التندرات إلى الطرح التندرات إلى الشركات والدول العالمية إن شاء الله ستأتي خلال الستة أشهر القادمة مع مقتربات بداية عام 2024 أشهر القادمة